كابتن سامير مين اللي ممكن يلعب مكان حسين الشاحات او كرابة ومين ممكن يحل محلهم هو مصر مسلماني بقى في حيرة دلوقتي مش عارف يعمل ايه يعني اتنين نجوم كبار اوي بيعتمد عليهم من الشق الهجومي او من ناحي الهجومية بس عندك برده مش موجودين نما هو عنده البديل وعنده الحلول في لعيبة كويسة طبعا ممكن يخش مكانهم صلاح محسن لعيب كويس وسريع ومتحرك وانا شايف ممكن محمد الشريف يلعب فرق الصريح يعني هيا هيا الفرقة ممكن يعني محمد شرناوه هاني وبدر وياسر ابراهيم هيا من اشرف هيلعب بشمال مكان علي معلول الف سلام عليه وطبعا اتنين ديفندرات السولية وحمد فتحي قدامهم افشة وممكن عليبين طاهر وعلى الشمال صلاح محسن وفرق الصريح محمد الشريف هيا دي ممكن تكون البدائل لمصر مسلماني في المباراة القادمة ان شاء الله نتمنى التوفيق اللي هيخش مكان كهرباء والشحات يعني كلهم على قد المسئولية ومركزين ولعيبة محترمين جدا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله طيب خليد ناخد اتفضل عايزة سولية لا خلاص اتفضل المباراة الاولى التانية بايرن وبير ميونيخ والنادي الاهلي عايز اقول بس كلمة بس يا كابتن الكلام كتير قوي على السوشيال ميديا والناس اللي هي ممكن ما لعبتش كورة وما مارستش الرياضة بتتكلم في حتة النتيجة والاداء والنادي الاهلي كان متراجع دفعين شوية وما كانش فعال هجوميا لازم نعرف ان احنا بنلعب قدام بطل العالم بطل ألمانيا وبطل العالم وواقق خمس بطلات وبيسعى ان هو ياخد البطولة الست لكن عايزة ديف حاجة لو اي فريق في مصر او في افريقيا في الحالة دي وفي الظروف دي بيلعب بايرن هيتغلب خمسة او ستة خدها مني ثقة لما النادي الاهلي عشان الافضل والاحسن وهو بطل افريقيا ومتماسك ووقف على رجله اتغلب اتنين سفر بس وكان يعني مش عايزة اقولك معظم قاتل المباراة كان بينقل وبتحرك انما دي حالة لعبين وبتتكلم في فرقات فردية والوعي التكتيك الفلت بانا هم طبعا اكيد هيكسب وعظمة جمهور الاهلي ان هو غير قابل ايضا لهزيمة النادي الاهلي على رغم من كل الكلام اللي حالك بتقوله ودي عظمة يعني الناس النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي الحقيقة متفوق في كل شيء حتى في دفاعه عن نادي وحبه لنادي طبعا الفارق الكبير واضح جدا ما بين الفارقين الكبيرين سواء بيرد منخ او النادي الاهلي ولكن المهمور الاهلي دايما بيسعى للفوز والفوز فقط